بعد أن تبنت حركة طالبان الباكستانية الاتداء الانتحاري في ملعب في مدنة لاهور كبرى مدن شرق باكستان معاكدة أنها استهدفت المسيحيين هل إن الاتداء الأكثر دموية هذه السنة في بلد اعتاد على هجمات كبرى سيؤدي لتقويد التعايش الهاش أساسا في هذه الدولة الإسلامية بغالبيتها ولما يستهدف المسيحيون ويتعرضوا المسيحيون باستمرار لاعتداءات من قبل متطرفين خصوصا عام 2013 في بيشاور عندما أوقعت عملية انتحارية مزدوجة في كنيسة 82 قتلا وقبل 1947 كانت نسبة الأقلية تمثل 15% من مجموع السكان في باكستان أما اليوم فلا تعد نسبتهم 4% ويشكل المسيحيون حوال 1.6 من عدد سكان باكستان وتصل نسبة الهندوس إلى 2% لكن مخاوف المسيحيين تصاعدت مع إعدامي الإسلاميين وتطرف ممتاز قادري قبل شهر علما بأنه يعتبر بطلا لدى أنصاره بعدما قتل في 2011 حاكم إقليم البنجاب سلمان تيسير الذي كان يؤيد تعديل قانون يجرم التجديف كما زادت هذه المخاوف عندما نظم الإسلاميون صلوات لإحذاء ذكرى ممتاز قادري الذي شنق في 29 من شباط لكنها في تبنيها للاعتداء لم تشر حركة طالبان إلى شنق المتطرف الإسلامية أما طالبان فتنتقم عبر الترهيب من الحكومة من غير المسلمين أيضا في ديسمبر من العام 2014 هجوم دموي سهدف مدرسة لأبناء عسكريين أودى بحياة أكثر من 140 شخصا أغلبهم من الطلبة حركة طالبان الباكستاني التي تبنت العملية قالت إن هذا الاعتداء هو رد على حملة الجيش الباكستاني منذ أشهر ضد معاقل الحركة والتي تنشط في منطقة وزرستان الشمالية القبلية القريبة من بشاور في 16 من آذار مارس يؤكد الجيش الباكستاني أنه قتل أكثر من 3600 تم تطرف وزرستان الشمالية لكن المراقبين يقولون إن عددا كبيرا من المتمردين انتقل إلى الجانب الآخر من الحدود إلى أفغانستان